في وقت تتصاعد فيه حدة التصريحات الأمريكية تجاه الميليشيات في العراق وتلويح واشنطن بإغلاق سفرتها ببغداد على خلفية الهجمات التي تشنها الميليشيات المرتبطة بإيران تأتي زيارة محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي إلى العاصمة العراقية بغداد ووفقا لمصادر إيرانية فإن زيارة همتي والوفد المرافق له جاءت لإجراء محادثات مع المسؤولين المصرفيين في الحكومة ببغداد في إطار متابعة إعادة ما أسمتها مستحقات إيران من العملة الصعبة وتزديد الديون التي بذمة العراق الزيارة تأتي أيضا مع تجديد واشنطن الخناق على إيران في إطار سياسة الضغوط القسوى التي تمارسها الإدارة الأمريكية ضد طهران عبر فرض مزيد من العقوبات شملت آخرها 18 بنكا إيرانيا ما أدى إلى هبوط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي واشتداد معاناة الاقتصاد المتعثر أصلا بسبب حظر بيع النفط وهما جعل العراق منفذا مثاليا بالنسبة لإيران للتهرب من العقوبات أو تخفيفها على الأقل وتعمد إيران على استغلال الطبقة السياسية والميليشيات التابعة لها في العراق لتوفير العملة الصعبة اللازمة عبر عمليات استيراد وتصدير من خلال الأراضي والموانئ العراقية فضلا عن عمليات التهريب التي تجري على قدم وساق ناهيك عن الإعفاءات المتكررة التي حصلت عليه الحكومة في بغداد لاستيراد الطاقة من إيران وهما تستغله الأخيرة لتبيع الغاز والكهرباء إلى العراق بأضعاف السعر المتداول وكان مسؤول إيراني بارز قد أقر في وقت سابق بأن العقوبات الأمريكية قسمت ظهر الاقتصاد في بلاده في اعتراف يوجه ضربة لسياسة المكابرة والعناد التي ينتهجها النظام الإيراني في مغالطة الرأي العام المحلي وفي الحرب النفسية مع المعسكر الإقليمي والدولي المناوئ لممارساتها وإنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وخاصة في العراق الذي تستخدمه إيران كواجهة أمامية لحرب المصالح مع الولايات المتحدة وكمتنفس اقتصادي للتهرب من عقوباتها في آن واحد